يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مناديا لأهل الإيمان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ فهو الذي خلق وهو الذي يأمر وهو أدرى بما يصلح عباده سبحانه وتعالى قُتِبَ عَلَيْكُمْ أي فُرِضَ عَلَيْكُمْ فالذي يفرض هو الله عز وجل ولذلك في الحديث بني الإسلام على خمس وذكر منها وصوم رمضان أن تردوا ما اختلفتم فيه وتنازعتم فيه من الأمر والحكم أن تردوه إلى الله إلى كتاب الله وأن تردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فإن ذلك دلالة كاملة شاملة واضحة على إيمانكم بالله سبحانه وتعالى وحسن ظنكم بوحي ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وثقتكم المطلقة بها ومن توفيق الله عز وجل للعبد أن يجعله دائم الذكر لله سبحانه وتعالى في ذهابه وفي مجيئه وفي بيته وفي سيارته يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني في كل أحوالهم وفي كل شؤونهم يذكرون الله سبحانه وتعالى يأتيكم في الأوقات التالية